اشتركوا في القناة وقالوا اذهبوا بهذا الامرستان مجمع المجانين عرفت لكن من الناحية النظرية لو ان الانسان في الحجر وصلى الى جهة الشرطية من او الغربية لكفى لانه يصلي الى جدار والحجر من الناحية الكاب اما ان يجعل الكاب وراء ظهره الكاب على القائمة ويتجه الى الشمال فانه لا تزيل لان جدار الحجر الشمالي ليس من الكاب اذ ان الحجر ليس كله من الكاب لان من الكابة مقدار سبت اذرع ونصف ونصف تقريب فاذا جعلت الكابة خلف ظهرك الكابة القائمة واتجهت شمالا فان صلاتك لا تدور لا الفريضة ولا النافر واما اذا جعلت الكابة عن يساءك او عن النيه الى الجدار الشرطي او الغرب فان ذلك يجزئك ان كان في الصلاة نفلا ولا يجزئك الفريضة المشهول من احمد بن حمد رحمه الله ولكن القول الصحيح انها تجزئ الفريضة والنافلة الا انه ليس من المستحسن ان تبعى الكابة القائمة عن يمينك او شمالك وتصلي الى جدار من الحجم نعم